السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محزور من بس المباشر مدى الحياة. اكتر الاسئلة اللي بتجيني على انستجرام. انا اتحذرت من البس المباشر مدى الحياة. في الشرح ده هنشرح حل المشكلة بطريقتين. اول طريقة هنستخدم فيها التيك توك. وتاني طريقة هنستخدم فيها الجميل اللي احنا رابطين بالحساب. طيب خلونا نبدأ كده مباشرة. حاجة اتوجه مباشرة على التلات نقط اللي على الشمال من فوق. وبعدين هاجي انزل تحت كده. هلاقي حاجة اسمها الابلاغ عن مشكلة. هضغط عليها. بعد كده هنزل تحت كده هلاقي حاجة اسمها بس مباشر. الدفع المكافئات. هضغط عليها. اول اختيار اللي هو استضافة البس المباشر. هنا لا يمكنني بدء بس اللايف. التاني اختيار. هنا بيقول لك شوية ارتشادات ان لو لازم يكون العمر 18 سنة عشان تفتح بس مباشر. هنا هيقول لك هل تم حل المشكلة? هتقول له لا. ما زالت لدي المشكلة. هتيجي ضغط على ما زالت لدي المشكلة. هنا هنبدأ في تقديم الطعن. طيب انا سايب لكم رسالة تحت الفيديو مباشرة. هاجي احذف الكلام ده. زي كده بالزبط. وهجيب الرسالة. الرسالة عبارة عن. هنقراها مع بعض دلوقتي. هنيجي نعمل لصق. طابة يومك تيك توك. لقد تم حظري من اللايف نهائي ولم انتهج سياسات تيك توك. الرجاء مراجعة القرار حيث انني احافظ على مجتمع تيك توك وشكرا. واجي واخد لقطة من لما اجي افتح لايف بتجيني لقطة كده ان هو بيقول لي ايه تم حظرك من البس مباشر. اخد لقطة وارفحها او ارفقها مع الكلام ده. وبعدين اجي عامل ابلاغ. طيب دي كانت اول طريقة ازاي نحل المشكلة من نفسه. تاني طريقة. هنروح نتوجه مباشرة على الجيميل بتاعنا. الايميل اللي احنا يعني ربطنا به الحساب. هنفتح الجيميل بتاعنا اللي مربوط بحساب التيك توك. ومن تحت كده هعمل حاجة اسمها انشاء. يعني اما بافتح الجيميل. هلاقي حاجة اسمها انشاء. هضغط على انشاء. بيظهر لي تلات حاجات لازم اكتبهم. اول حاجة هنا لمين الرسالة? تاني حاجة تالت تاني حاجة بتكون الموضوع. تالت حاجة المضمون بتاع الرسالة. طيب اول حاجة هنجيبها مع بعض اللي هو لمين الرسالة? الايميل ده خاص بالمرسلات في غلق الحسابات وكمان اللايف. لازم تقدم طعن. هنيجي نعمل لصف. ونعلم على الاختيار الاولاني ده. علشان الايميل يتأكد معانا. وهنكتب الموضوع. هنروح نجيب الموضوع. حزر اللايف. هعمل نسخ. وهتوجه مباشرة اكتب الموضوع هنا. حزر اللايف. هيبقى فاضلي المضمون. هنروح نجيب نفس الرسالة. هنيجي نعمل نسخ. وبعدين هنيجي نعمل لصق. طيب. وبعدين في الاخر هنيجي نعمل ارسال. المسلس اللي فوق ده. هنيجي نعمل ارسال بالكلام ده. طيب. لو ما استجبش معانا. هنترجم الرسالة دي للغة الانجليزية. وهنعيد نفس الكتابة من داخل الابليكيشن. وهنعمل نفس اللي احنا عملنا ده ولكن باللغة الانجليزية. ممكن تترجم اللغة لاسباني. ممكن تترجم اللغة او تترجم الرسالة ديت لصيني. تمام? فالمهم ان احنا لازم نقدم طعم. اتمنى ان انا اكون افدتكم بالشرحة. ولو حسيت ان انت استفدت بمعلومة واحدة. ياريت تدعمنا بلايك. اشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة